السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة شهي وطان جاوية معكم يوسرا اليوم سنقدم لكم واحد الأكلة خفيفة ضريفة بالخضرة والبشامل كجيل ديدة بزاف وفي نفس الوقت سهلة في التحضير فخليكم معي باش تشوفوا الطريقة وقبل ما نبدأ وليك تفرج أول مرة لا تنسى تشترك في القناة وتخليوا لي لايك الفيديو إذا عجبكم طبيعة الحال نخليكم مع الوصفة بالنسبة للمكونات فعندي هنا جادة محكوكة أي الجازر ستكونوا ولفتوا بل ما نقول الجازر جادة فلفل خضار وحمر عندي هنا شوية ديال بصلة وشوية ديال تاومة واحد بيطة لقامة كاملة شوية ملح ليبزار سكين جبير فلفل حمر وكيمون والخارقوم وشوية ديال كوري لدي هنا جبن مبشور وجبن شرائح اختياري لحسب ما يكونوا تومة لدي هنا شوية ديال السحتر وجوية ديال تونة وعملت شوية ديال الزيت وحمرت بصر وطمو وضع الخضر وضع الخضر وضع الخضر وضع الخضر وحرط وضع السحتر ونجعلها بطيب إذا تقلق وضع الخضر هذه الخضر سوف نبدأ في بشامل ولكن سنضع بناتا بحليب هذه الزبدة لديه لديه ونقشة 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 هذه الزبدة سوف نقشة الزبدة سوف نقشة لقدم بطحين لقدم بطحين مقشة ونحرك ونقشة ونقشة دائما سوف نقشة قشد كثيرة ونقشة ونقشة أنتم تقشد ونقشة ونقشة معصر نقشة ونقشة سائلة أو كريمية كثير سوف نحرك حتى تجمع القجدات الطرية ونحرك بعد الزيت التابقي سوف نقوم بتجمع القجدات الطرية مهم أن نقوم بتجمع القجدات الطرية و سوف نقوم بتجمع القجدات الطرية ابداعايها ، وعندما تفضل لذلك سوف نقوم بتجمع القجدات الطرية أخذ الخضراء الطيب سوف نوزع بعد عوض الخضراء أضربت بيطة التي لديها ونخويها نقوم بها كان لدي واحد بيطة بيطة كنت أحتاج تصفر بيطة وبقالي بيطة بيطة فأخذوا بتمعها سوف ترى الكمية لديها كبيرة سوف نخوي تصفر بيطة سوف نخوي قليلا سوف يزع الطريفة التي لديها سوف نخوي سوف نخوي كريمة كريمة سوف نحاول وزعها دعيب قليلا سوف نغطي هذا الشكل سوف أخير حاجة رشيت عليها قليلا الجبن سوف ندخل الفرن 25 دقيقة مهم سوف نتحمر هذا هو الشكل خفيفة و بسيطة و في نفس الوقت صحية كما شفتوا معايا أتمنى تكونوا أجبتكم الفكرة و تجربوها إن شاء الله لا تنسوا شي تشترك و لا تنسوا شي تخليوا لي لايك اعجاب و لا رديتوا البال علينا وصلون 10 الالت مشترك و لا تقناشي بزاف فعونوني باش نوصلون 10 الالت مشترك فارتجوا الفيديو هديالي على صفحة ديالكم في فيسبوك و لا فيما بغيتوا شكرا على حس المتابعة ديالكم لا تنسوا شي لايك كم بغيكم بزاف السلام عليكم اشتركوا في القناة